في كل حرب هناك هامش للخطأ ذاك مبرر أبرزه أعوان التحالف في أول غاراته على المدنيين في اليمن لكن ذلك الهامش تحول بمرور الوقت إلى قاعدة في كل طلعة لمقاتلات السعودية والإمارات التي أخطأت ميليشيا الحوثي وعروضها العسكرية وكثفت من استهدافها للمدنيين قبل أيام قليلة كانت مقاتلة التحالف توجه نيرانها على المدنيين في حجة وما هي إلا ثلاثة أيام حتى أعادت الكرة في محافظة الجوف التي ودع فيها الأهالي 12 شهيدا في حصيلة أولية للغارات التي استهدفت قرية المساعفة شرق مدينة الحزم حوادث استهداف المدنيين باتت قرين كل طلعة جوية في سماء اليمن المفتوح وهو أمر غير مفهومة أهدافه فما الذي يجعل من السعودية تضاعف غلتها من الانتهاكات بحق المدنيين بهذه الطريقة وأي مبررات يمكن قبولها وقد أزهقت صواريخها مئات الأرواح الآمنة حتى الحديث عن خرق استخباراتي تعرضت له السعودية من قبل أطراف تسعى إلى إغراقها في حرب اليمن بات من السذاجة التعامل معه يقول مراقبون فأي اختراق ذك الذي يضم خمس سنوات دون اكتشافه وتصويبه ومثل ذلك القول بأن جماعة الحوثي تتخذ من المدنيين ساترا وغطاء بات هو الآخر مجانبا للحقيقة أيضا فكل تحركات ميليشيا الحوثي علنية وعروضها العسكرية لا تتوقف فلما تغيب عنها غارات التحالف وهي أهداف عسكرية لكأن قتل المدنيين بات هواية لمقاتلات التحالف وقد أمات العالم ضميره ورح يتعامل مع أشلاء الأطفال والنساء بنوع من الغواية والابتزاز لأجل المال